شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في اللقاء الذي نظمته الجامعة العربية في مبنى الأمم المتحدة على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه تحت عنوان الالتزام المشترك للمنطقة العربية بالإسراء بتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة حدث الوزير الشرجبي عن عدد من التحديات والصعوبات التي تواجه المنطقة العربية عامة واليمن خاصة مبينا أن التقارير تشير إلى أنه خلال عامين من الآن فيجهد 14 دولة عربية نقصا في المياه وستعاني 10 دول من نقص حاد في المياه تطرق إلى عدد من الحلول والمقترحات لمعاجلة هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية عموما منها البحث العلمي والعمل على إنشاء قاعدة بيانات محلية وقطرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبما يتوافق مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لسكان المحليين ترجمة نانسي قنقر